اهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الجديدة التي نطالع فيها سوية ما تنقلته الصحف المحلية والاقليمية والدولية الصادرة لهذا اليوم من مقالات وتحليلات وعرض الامرسوم الكاريكاتير يبدو ان انقرة ماضية قدما في مواصلة خطط التنقيب وانتهاك السيادة اليونان فيما عكس التصريحات رئيس النظام التركي رجب اردوغان رغبة في مواصلة التصعيد وان لهجة التحذير والتلويح بالعقوبات لم تعد تجدي نفعا مع تركيا هذا ابرز ما تنورته الصحف الصادرة اليوم والبداية السورية من صحيفة الشرق الاوسط التي عنونت كورونا يخطف عشرات الاطباء السوريين في حصيلة صادمة نشرت شبكة اطباء سوريا الاعلامية قائمة باسماء 63 طبيبا سوريا قالت انهم توفوا جراء الاصابة بوباء كوفيد 19 خلال الايام الاخيرة في حين ان العدد الرسمي لعموم الوفيات بهذا الوباء في سوريا منذ الاعلان عن رصد اول اصابة في مارس اذار الماضي هو 60 حالة وفاة لغاية يوم الاحد وقالت شبكة اطباء سوريا الاعلامية عبر حسابها في فيسبوك ان القائمة تضم اسماء 60 طبيبا خسرتهم سوريا خلال الايام الماضية وهم من خيرة الاطباء واضافت للقائمة ثلاثة اطباء توفوا خلال ال 24 ساعة قبل نشر القائمة وتشير المعلومات غير الرسمية لاعداد المتوفين نتيجة الاصابة بفيروس الى انفجار وبائي يتضح من اعداد النعوات التي تنتشر يوميا في شوارع المدن والبلدات السورية واعلم واقع التواصل الاجتماعي اذ يفوق عدد الوفيات غير الرسمي في مدينة دمشق وحدها المائة شخص غالبيتهم من المسنين اما صحيفة القدس العربي فلقد عنونت سوريا العلاقات الروسية الايرانية في سوريا تنافس وصراع داخل الجبهة الواحدة بينما العالم مرتبك في مكافحة جائحة كورونا وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية القاسية ينشغل المهتمون بالشأن السوري بتفسير طبيعة العلاقات الروسية الايرانية بشكل عام وفي الميدان السوري بشكل خاص اذ يحظى تحالف الاخوة الاعداء الذي بني بهدف تحقيق كل طرف منهما مصالح الاستراتيجية بالاهتمام بهدف تحليل الاحداث والتطورات التي تحصل وفهم سياقاتها وخاصة ما يتعلق بالصدامات المتكررة بين قوات سوريا محلية بعضها محسوبة على طهران والاخرى على موسكو موسكو كانت قد وصفت سابقا علاقتها بطهران بانها علاقة تنسيق وليس تحالفا كما قال النائب وزير الخارجي الروسي سيرجي رياباكو إن ايران ليست حليفة لموسكو وإن بلاده لا تستخف بأي طريقة بأهمية التدابير التي من شأنها ضمان أمن قوي لإسرائيل وهي من أهم الأولويات روسيا ونقرأ في صحيفة جيروزالين بوست الإسرائيلية التي كتبت تحت عنوان احتلال تركيا لمدينة عفرين الكردية يستهدف النساء والإيزيديين كتب سيث فرانتيزمان ارتكبت الفصائل السورية الإرهابية والمدعومة من قبل تركيا انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بما في ذلك التطهير العرقي بحسب الصحيفة والهجمات على الإيزيديين والآن تقوم باختطاف النساء والأطفال اتهمت تركيا وهي الدولة العضو في الناتو بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في كل المناطق التي تحتلها في شمال السوريا وقد دعمت فصائل غير منضبطة ومرتزقة جهاديين بحسب وصف مسؤول أمريكي وهذه الفصائل ارتكبت عمليات تطهير عرقي في عفرين وكذلك بالقرب من طل أبيض التي غزتها تركيا في أكتوبر من عام 2019 وقد تم تهجير أكثر من 300 ألف شخص معظمهم من الكرد قامت تركيا بشكل منهجي بإعادة توطين اللاجئين معظمهم من العرب في منازل الكرد رغبة منها في تأجيج التوترات بين الكرد والعرم مقالنا في الشأن السوري نشرت صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان روسيا في المستنقع السوري مقالا لروبيرت فورد حول عجز روسيا على فرض حل في سوريا لنتابع المقال ومن ثم نعود وقع الكثير من القادة والمسؤولين وأنا منهم في أخطاء فادحة في التعامل مع الحرب السورية لذلك يتعين علينا الآن التحلي بالتواضع وإبداء الندم بطبيعة الحال أول ما يتذكره المرء عن سوريا المعاناة المروعة التي كابدها مواطنها إلا أنه يتعين علينا كذلك تذكر حدود ما يمكن للتدخل الأجنبي تحقيقه في الحروب الأهلية التي تشتعل في دول أخرى من ناحيتها تعلمت الولايات المتحدة هذا الدرس في فيتنام وبعد ذلك بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول اضطرت لتعلمه من جديد داخل العراق ومثل الرئيس جورج بوش في أبريل نيسان 2003 نجح الرئيس فلاديمير بوتين في إنجاز هدفه العسكري الفوري داخل سوريا واليوم أصبح واضحا أن حليفه الرئيس الأسد وحكومته الوحشية سيبقيان في السلطة ومع أن الأسد لا يروق كثيرا لموسكو تظل الحقيقة أنها عاجزة عن إيجاد أو فرض بديل له ولذلك سيستمر الرئيس بوتين في العمل مع الرئيس السوري وحكومته الضعيفة ولا تملك موسكو سوى أن تأمل في أن يقدم الأسد وحاشيته بعد انتخابات عام 2021 على أخذ زمام المبادرة نحو مصالحة حقيقية الواضح أن الخارجية الروسية ليس باستطاعتها استخلاص تنازلات من الأسد أو واشنطن في الوقت الذي يربح قليل من الشركات الروسية فقط أرباحا تجارية من وراء الاقتصاد السوري المدمر أما المؤسسة الروسية الوحيدة التي تبقى لها مصالح كبرى داخل سوريا فهي المؤسسة العسكرية ولسوء حظ موسكو تعوق تصرفات الجيش السوري الوحشية تجاه سكان المنطقة الجهود الروسية الرامية للفوز بدعم سياسيا هناك ومع أن الموازنة الحكومية الروسية قادرة على تحمل التكاليف القليلة للقوات العسكرية المرابطة في سوريا تظل تلك القوات عاجزة عن فرض حل على الأسد أو تركيا أو الولايات المتحدة في أي وقت قريب وبإمكان روسيا التعايش مع هذا الوضع المتجمد سياسيا وعسكريا لكن المواطن السوري التعيس لا يجد أمامه إمكانية لتحسن الأوضاع الاقتصادية على مدار المستقبل المنظور والآن إلى الشأن الشرق أوسطي شرق أوسطيا صحيفة العرب اللندنية لقد عنونت تركيا ماضية في خطط التنقيب وتتمسك بالتصعيد شرق المتوسط يبدو أن أنقرة ماضية قدما في مواصلة خطط التنقيب وانتهاك سيادة اليونان فيما عكس التصريحات رئيس النظام التركي رجب أردوغان رغبة في مواصلة التصعيد وأن لهجة التحذير والتلويح بالعقوبات لم تعد تجدي نفعا مع تركيا التي تواصل خرق كل المواثيق البحرية الدولية في شرق المتوسط وقال إردوغان أن العقوبات والتهديدات لن تثني تركيا عن مواصلة عمليات التنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة متنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط وتأتي هذه التصريحات مع تصاعد التوتر في شرق المتوسط حيث تواصل أنقرة انتهاك المواثيق الدولية البحرية بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل نيقوسيا وأثينا فيما تحرس سفن حربية تركية عمليات التنقيب مع تبرته قبرص واليونان التي تعطردان على التنقيب في مياهما الإقليمية بعربدة غير مقبولة وأما صحيفة والستريت جورنال الأمريكية فلا قد عنوانت شرق أوسطيا انفجار مرفأ بيروت يكشف غضبا شعبيا من حزب الله ركزت حشود المتظاهرين المناهضين للسلطة الذين خرجوا في مسيرة في بيروت بعد الانتجار المدمر الأسبوع الماضي أنظارهم إلى مجموعة واحدة فقط حزب الله السياسي المدعوم من إيران والتي أصبحت السنوات الأخيرة قوة لا يمكن المساس بها تقريبا في لبنان ويتابع المقال أن حزب الله الذي وصف نفسه منذ ولادته بأنه حصن ضد إسرائيل والقوى الأجنبية الأخرى في لبنان يواجه انتقادات علنية جديدة باعتباره عائقا أمام الإصلاح السياسي ويقول النقاد أن هذه الجماعة تساعد في التستر على الفساد المنهجي وركزت اهتمامها في الخارج بدلا من التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور داخليا فقد أدار شبكة من الجمعيات الخيرية ومنظمات وغالبا ما كانت أكثر كفاءة من تلك التابعة للدولة ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير للتمويل الإيراني ونقرأ في صحيفة الأوبزيرفر البريطانية التي كتبت تحت عنوان الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يحد من إمكانية تحقيق حل الدولتين كتب أيان بلاك أن التطبيع مع إسرائيل لا يزال كلمة مشينة في اللغة العربية لكن هذا لم يمنع الإمارات ثاني أكثر دول خليج ثراء وقوة من إبرام اتفاق السلام مع بن يمين نتنياهو بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول بلاك أن الاتفاق له أهمية كبيرة فخلال 72 عاما منذ استقلالها وقعت إسرائيل معاهدتي السلام فقط مع دول عربية مصر عام 1979 والأردن عام 1994 والاتفاق مع الإمارات ذو طبيعة مختلفة لأنها لم تشارك أبدا في أي أعمال عدائية ولم تكن قد طرفا في النزاع ولذلك فإنه الاتفاق يبعث برسالة سياسية قوية وكاسرة للمحرمات ويختتم الكاتب قائلا لا تزال كيفية تحقيق دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل من خلال المزيج السام من ترامب ونتنياهو والانقسامات الفلسطينية والعربية الأوسع سؤالا مثيرا للقلق أما مقالنا في الشأن الشرق أوسطي نشرت صحيفة العربة اللندنية تحت عنوان الإمارات والسلام مع إسرائيل مقالا للكاتبة سوها الجندي حول اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل لنتابع كان خبر إبرام الإمارات العربية المتحدة اتفاقية سلام مع إسرائيل مادة دسمة لكل من ينتظر الفرصة للاستياد في الماء العكر وكان الإمارات خرجت عن الصف العربي هذا إذا افترضنا أن هناك صفا عربيا والحال لا يخفى على أحد فالمصائب تنزل اتباعا على الرؤوس العربي من المحيط إلى الخليج وهذا ليس تبريرا للخطوة الإماراتية بقدر ما هو شرح لوضع واضح للجميع فالحروب تشتد في كل بقاع العالم العربي والخلافة تفتك بعمودها الفقري وتشل حركتها والجوع أكثر من الشبع والماء شحيح والأعداء يحيطون بكل بلاد العرب من شتى الأديان والأعرق فهذا يريد إقامة الخلافة وذاك يريد تدوير بلاد الحرمين وآخر ينفذ تفجيرات في بيروت فيطالب بعض اللبنانيين بعودة الانتداب الفرنسي وآخر يريد أن يصادر ماء مصر لكي تموت عطشا وإسرائيل تريد أن تضم الضفة الغربية وآخر يريد أن يلتهم ليبيا لأنها من الإرث العثماني فماذا بقي؟ إن الخطوة الإماراتية تأتي على هامش الأحداث في مقابل الخراب المنتشر في بلدان العرب فلا يمسك أحد الجمل من أذنه ولينظر الجميع إلى الصورة الشمولية وكيف تتالت الأحداث حتى وصلت إلى ما وصلت إليه فقد سمح بعض العرب لإيران وتركيا بالتغلغل إلى الدخل العربي وبدأت دولتان بتجنيد ميليشيات هدفها تدمير البلاد العربية لكي تأتي وتتسلم البلاد نظيفة ثم تعدى بنائها حسب رغبتهما فلا عجب إذن أن تلجأ كل دولة إلى السياسة التي تنقذها من هذا الجنون المنتشر في كل أرجاء البلاد العربية يجب أن نتذكر أن فرصة جو بايدن في الفوز بالرئاسة الأمريكية جيدة وهو الذي كان نائبا لأوباما وسوف ينتهج خطا تصالحيا مع إيران وتركيا وهذا التحالف سوف يعطي دفعة قوية لإيران وتركيا مما يعني زيادة في جرأتهما على الاستمرار في خطتهما الرامية إلى تقطيع أوصال العالم العربي واستعماره وسوف يطول دمار البلاد التي لا تزال تتنفس وعلى كل دولة أن تبحث عن مخرج لها من الكارثة المحتملة بأي وسيلة والآن ننتقل إلى الشأن العالمي عالميا مجلة لوبيس الفرنسية لقد عنونت بديل القوى المسلحة يمكن أن يكون الحوار مع الجماعات الجهادية مجلة لوبيس طرحت سؤالا على الباحث ماتيو بيرلان حيث تقول المجلة إن طيلة سبع سنوات هزم الجهاديون الاستراتيجية العسكرية في منطقة الساحل وتمكنوا من توسيع مجال عملهم لا سيما من خلال الحصول على دعم السكان طواعية أو بالقوة فبناء على هذه الملاحظة تضيف المجلة هل هناك بديل عن القوى المسلحة؟ حيث يرد الباحث ماتيو بيرلان أنه بالفعل تحتاج فرنسا إلى استراتيجية وقائية حقيقية ليست منعا مبطنا للتطرف الديني بل استراتيجية تجعل من الممكن الحد من جميع عوامل الظلم التي تؤدي إلى حمل السلاح وهذا من خلال تجنيد وتبع الباحث أن على أساس هذه الثقة المتجددة يمكن أن يكون البديل عن القوى المسلحة هو الحوار بهدف إعادة الاستيعاب للمسلحين من الجماعات الجهادية وأيضا عالميا صحيفة كومسوملسكايا برافدا الروسية لقد عنونت خبير يقدر أفاق تصدير اللقاح الروسي إلى بلدان أخرى وفقا لخبير سوق الأدوية نيكولاي بيسبالوف فإن للعقار آفاقا إنما الصراع على أسواق التصدير لن يكون سهلا فقال ينبغي فهم أن السوق مقسم عمليا إلى حد ما بما في ذلك ما يتعلق بنقاحات الوقاية من عدوى فيروس كورونا فقد أبرم عدد من البلدان عقودا آجلة لتوريد الأدوية ذات الصلة وهم يمولون تطوير هذا المنتج ويبرمون عقودا للتسليم في المستقبل ومع ذلك يمكن اعتبار اللقاح الروسي حلا بديلا لأن بلدنا جاهز لأن يكون من أوائل الدول التي تدخل السوق الدولية بدواء جاهز ويمكن لذلك أن يلعب دورا إيجابيا ومع ذلك فسوف يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يتم تصدير اللقاح لأن تلبية احتياجات بلدنا سوف تستغرق أكثر من شهر وهو الزمن اللازم للوصول إلى أحجام الانتاج المخططي لها ناهيكم باحتياجات البلدان الأخرى مقالنا في الشأن العالمي نشرت صحيفة الخليج الإماراتية تحت عنوان الشريك السوداني وأزمة سد النهضة مقالا للكاتب عبدالله السناوي حول ضرورة شراكة المصير بين مصر والسودان لنتابع المقال ومن ثم نعود في ماراثون التفاوض بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان تتأكد ضرورات ترميم أي فجوات بين البلدين الشقيقين وبناء تصورات مشتركة للخطوات المقبلة دون سبعات سيناريو واحد ترميم الفجوات شرط التقاء تصورات ومصالح عند الطرق المسدودة لم يكن التسويف الإثيوبي بالتعنت الزائد تعبيرا عن غياب في الإدارة السياسية للتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم بين الدول الثلاث كما قيل وتردد في الخطاب الدبلوماسي كان ذلك مقصودا ومنهجيا لوضع دولتي المصب تحت سطوة الأمر الواقع بملي خزان السد والتحكم فيما يصل دولتي المصب من مياه دون اتفاق قانوني ملزم بعد الملء الأول تحدث المسؤولون الإثيوبيون بصلافة أن نهر النيل أصبح بحيرة إثيوبية لا نهرا دوليا تسري عليه القوانين والاتفاقيات المستقرة ثبت بيقين بعد طول تفاوض أن الأزمة سياسية واستراتيجية قبل أن تكون فنية وقانونية بالمعنى السياسي فإن مشروع السد يكاد أن يكون نقطة الإجماع الوحيدة بين المكونات العرقية الإثيوبية المتنافرة هذه مسألة يصعب تجاوزها بالإفراط في حسن النية التي قد تفسر بأنها ضعف وعجز يغري بمزيد من الاستهانة بأي حقوق لدولتين مصب أين المصالح السودانية بالضبط وفيما تتفق وتختلف مع الحسابات المصرية هذا سؤال إجباري يتجاوز ما هو فني وقانوني إلى ما هو سياسي واستراتيجي بأي نظر جدي لمورث الأزمة السودانية فإن قضية الحرب والسلام استهلكت أعصاب وقدرات وموارد الدولة قسمتها ومزقتها وأفقرت شعبها وأشاعت اليأس العام من أي إصلاح يكاد أن يكون مستحيلا التطلع إلى تحسين الأحوال المعيشية المتردية والخدمات العامة المنهارة دون وضع حد للحروب الداخلية هذا ملف آخر يستدعي دورا مصريا حيويا يساعد السودان على لملمة جراحه حتى يكون ممكنا أن يلعب دوره شريكا قويا في حفظ حقوق دولتي المصب من مياه نهر النيل لكل شراكة مصير أصولها وقواعدها ووسائلها هذا ما يتعين علينا أن ندركه هنا في مصر والآن إلى أخبارنا المنوعة أخبارنا المنوعة بداية من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت مطعم صيني يعتذر من زبائنه بعد قيامه بقياس وزنهم قدم مطعم في مدينة شانكشا في وسط الصين اعتذاراته بعدما عمد إلى قياس وزن زبائنه قبل دخولهم في إطار حملة وطنية لوقف الهدر الغذائي وتعرض المطعم لانتقادات قاسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الصين ما إن اعتمد هذه السياسة حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية ودعي الزبائن إلى الوقوف على ميزان وإدخال بياناتهم الشخصية في تطبيق يصدر توصيات حول خيارات الطعام وفقا لوزنهم والسعرات الحرارية التي تحويها الأطباق وحث الرئيس الصيني شي جين بينغ الصينيين على الكف عن هدر الطعام في وقت أدت جائحة كوفيد-19 وفيضانات واسعة النطاق إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وأعرب المطعم عن أسفية الشديد لتفسيره الخاص لحملة مكافحة الهدر ونبقى في أخبارنا المنوعة في ياقوتيا تم العثور على ألماس هو الأكبر من نوعه في تاريخ روسيا لنتابع عثر متخصصون من شركة ألمازي أمبارا التابعة لشركة ألماس باستخراج بلورة بلون حجر كريم أصفر وبني بوزن 236 قراطا في منجم أبلياخ شمال ياقوتيا حيث يعتبر الألماس الملون هو الأكبر من نوعه الذي يعثر عليه في تاريخ روسيا وفق ما نشرته شركة ألروسا في السابع من أغسطس أب تظهر الصور التي تم تصويرها البلورة نفسها بالإضافة إلى أسعارها من قيمة التبادل عشرة روبلات ويمكن أن يصل عمر الألماس من 120 إلى 230 مليون سنة بافل فينيخين مدير فراش شركة بريليانتي ألروسا نشر بيانا على موقع الشركة الإلكتروني مثل هذا الألماس الملون الهائل هو اكتشاف فريد ليس فقط لبلدنا سيتم اتخاذ قرار بشأن نقل ألماس للتقطيع إلى الحرفيين بالنسبة إلى بيعه مما لشك فيه أن هذا المورد سيكون مطلوبا لأنه يمتلك القدر على أنتاج ألماس عاري جودة وهذا الحجر هو ألماس ملون موجود في رواسب منجم أبلياخ في صيف عام 2017 تم استخراج ثلاث ألماسات في وقت واحد بألوان الأصفر الفاتح والوردي والأرجواني الوردي وتم قطع الأحجار وتقديمها للجمهور والآن وقفة مع أبرز الرسوم الكاريكاتيرية التي تناقلتها الصحف الصادرة لهذا اليوم ننتبع معا ومثلما نعود ترجمة نانسي قنقر نهاية الجولة شكرا لكرم المتابعة ولا تنسوا زيارة موقعنا الرسمي اليوم tv.net إلى اللقاء